اشتركوا في القناة وبالتالي سنعيد ليس فقط التذكير بأهم ما جاء فيه وإنما حتى التوسع في أبرز النقاط المهمة التي سيتعامل فيها الناس اليوم مع النظام بما أنه أصبح ساريا النظام يعني فيه 720 نص ومادة قانونية تنظم أحكام المعاملات المدنية لا يمكن الإحاطة بها جميعا ولكن سنقدم أبرز وأهم ما فيها مع ضيف الكريم المحامل أستاذ أحمد المحميد أستاذ أحمد مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة شكرا سيد انفردح شكرا لتحت الفرصة من زمان عنكم أهلا سهلا نورتنا وشرفتنا وبدت يا أهلا برنامجك ومكانك تسلم حبيبي إذا تسمح لي في البداية نبغى بس نرجع نذكر الناس كده بشكل نظامي وقانوني نظام المعاملات المدنية ماذا نعني به بالضبط ويرتب العلاقة بين الأفراد والجهات والأفراد والأبراد بالشكل القانوني البسيط جميل جدا قبل ما نبدأ خلني أوجه شكري وتقديري للمولاي خادم الحرمي الشريفين سمولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أكرار هذا النظام اللي يعتبر أبو القوانين لأنه يعني تاج القوانين السعودية والقادم أجمل يعني إحنا أمام تطور قانوني مذهل وما تغطية قناة روتانا وبرنامجها للمثل هذه الأنظمة إلا هذا تفاعل مع المجتمع وزيادة الثقافة القانونية فلكم الشكر والتقديم نظام المعاملات المدنية طبعا نهني القانونيين جميعا بصدوره بتطبيقه رح يخدمنا إحنا أولا كمحامين وكمستشارين قانونيين لأنه يعطي تنبؤ بالأحكام المستقبلية يعطيك حماية وقائية يعطيك تصور عن ماذا سوف يكون في المستقبل للتعاملات التي تعقدها كمحامي للمستفيدين عندك سواء عمله في المكتب أو المتابعين أو المشاهدين الكرام نظام المعاملات المدنية هو ينظم العلاقة بين الأفراد تعرف المجتمع السعودي الحمد لله فيه ثقافات مختلفة عندنا سعوديين وعندنا مقيمين وعندنا مستثمرين أجانب كلين يريد أن يضمن حقه فالمعاملات المدنية نص على ثبات هذه الحقوق وتوثيقها متى ما كنت عندك نظرة مستقبلية وتبغى تضمن حقك بدل ما تذهب المحاكم وتذهب المحامين من البداية النظام ضمن لك حقوقك اتبع الخطوات التي فيها وتضمن حقك اعطان أمثلة بس للجمهور مثلا تعامل فرد مع فرد ينظمها المعاملات المدنية مثلا بالأون الأخيرة صار فيه نقاط جدال بين القانونين عن الهبة بين الزوجين متى تسترد الهبة؟ نظام المعاملات المدنية ينظمها كان فيه كلام كبير عن الكفيل قدام البنوك وقدام شركات التقصيد متى يرجع عليك؟ الآن بالوقت قبل صدور النظام كان يرجعون عليك أنت ككفيل بأي وقت الآن لا في نوعين من الكفالة كفالة مطلقة وكفالة على تضامن فما يرجع لك إلا بعد ما يستنفذ بيع أملاك المدين أولا ومن ثم على الكفيل هذه من الجديد الموجود الجديد في النظام ما عليش نشرحها؟ الوقت الحالي أنت كافل واحد مطلع سيارتك صيد ما سدد لنفترضيني أنا كفالتك يا حياء يجون لمي على طول يطلبوني ككفيل لأنك كفيل الآن النظام الجديد لا ما لم يكن كفالة مطلقة أو كفالة تضامنية فأنهم يرجعون على المدينة عليك أنت أول بعدين يرجعون عليك يرجعون علي وش يسوون؟ أنا ما سددت إذا ما سددت يصف جميع أملاكك ومن ثم بعد ما تنته يرجعون عليك هذه الكفالة ما اسمها؟ التضامنية والمطلقة لا المطلقة لا هي الأولى نفس النظام الأول نفس النظام الأول ما يرجع لك إلا بعد ما يستنفذ من المدينة ففي تنظيمات جميلة يعني هو شوف زي ما تفضل 720 صعبة نقولها بس إحنا بنقول بشكل عام أنه عندك أي تعامل مع أي جهة مع أي فل لحظة نأخذها واحدة وحدة إحنا أخذنا الأفراد مع الأفراد وحطينا مثال طيب هو ينظم أيضا تعامل للأفراد مع الجهات عطنا مثال مثال تاخذ قرض من بنك مثلا أيوة وبالمناسبة ترى البنوك وشركات التقصيد بيضطرون يغيرون بعض العقود حقتهم اللي كانت تسمى أول عقود إذعان وقع ولا ما فيه بيضطرون يغيرونها الآن بموجب هذا النظام لأنه حط حقوق وتوازن بين المدين والدائن تشري بيت بالتأجير عندك عقد أجار موثق عندك كل هذه نظمها المعاملات المدنية فهو نظام جميل أنا أقول لا يستغني عنه أي إنسان يعيش في المنطقة السعودية لأنه يضمن حقوقك متى يعني لا تلوم إلا نفسك ولا تلوم غيرك إذا أهملت هذا النظام ورحت أبرمت عقود بيع أو شراء أو قرض أو هبة ولم ترجع للنظام إذا ما رجعت للنظام والمدد النظامية اللي فيه والاختصاصات أنا أعتبره من أجمل الأنظمة اللي فسر العلاقات بين الأفراد وبين الجهات جميل طيب اليوم أفراد وجهات نتحدث عن الجهات الخاصة بس القطاع الخاص ولا أفراد وجهة حكومية أو خاصة طبعا أنت عارف أن الجهات الحكومية لها أنظمة ولها محاكم مختصة اللي تختص فيها دوان مظالم محاكم الإدارية ورغم ذلك نظام المعاملات المدنية ضمن لك حقوق وللجهات الحكومية لجهات الاعتبارية مضمون لها حقوق بموجب النظام لذلك الاجتهاد السابق أنك تجي مثلا لك حقوق عند الجهة الحكومية ينفذون عليك مباشرة لك حق ضد الجهة الحكومية عليك استصدار أمر قضايا وسنة التنفيذي والتقدم فيه لمحكمة التنفيذ أمام دوان المظالم ينفذون لك على طول جميل طيب هذا شرح النظام دخلنا استاذ أحمد الآن إلى أهم النقاط الجديدة اللي نص عليها النظام واللي من المهم أن الناس يعرفونها اليوم زي ما قلنا في البداية أنه نظم العلاقات بين الأفراد سواء علاقات الزواج علاقات الهبة علاقات القروض بينهم الشراكات حتى عقد العمل تكلم فيه رغم وجود أنظمة ميزة النظام أنه عدل خمس أنظمة كانت موجودة وسارية نظام المرافعات الشرعية نظام المحاكمة التجارية نظام البحث على المخلوقات الحية نظام المحامة كل هذه أنظمة عدل فيها أول إحنا كالمحامين اللي نفلوس عند عملة مثلا نطالب فيها لو بعد عشر سنوات الآن لا النظام قال لا ما تطالب فيها لخلال خمس سنوات ففيه مدد نظامية طيب وإذا عدت الخمس سنوات يصير عدم أنت أسقط حق لك بنفسك أنت أهملك لذلك إحنا نقول الآن جاء دور المحامين برز دورنا صار لنا مهمة جديدة أن نعلم الناس وش اللي لهم وش اللي عليهم عند تعاقداتك عند برامل العقود محامين بس أولا بكل المعاملات لا لا زيل أي مهن حرة محامي طبيب مهندس كلهم ينطبق عليهم النظام عندك مثلا المدد النظامية المدد النظامية اللي هي خلال فترة معينة إذا ما طلبت بإسقاط عقد بالتنازل عن عقد بالتنازل عن هبة سقوط الهبة سقوط حق لك كل هذه إذا ما احترمت المدد النظامية الموجودة بالنظام ترك إسقاط حق من حقوقك لذلك النظام جميل جدا لمن يعرف كيف يضمن حقوقه موجب هذا النظام متى يكون النظام تقول لا والله النظام ما خدمني لما تهمله طيب انت أكثر من مرة من بداية الحديث إلى الآن كررت الهبة 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 ايش بخصوص الهبة يعني ايش الترهب لا أنا ماسك مع الهبة لأن صار في جدال في الأولين الأخيرة متى يرجع الزوجة والزوجة عن الهبة طيب الآن نظام المعاملات المدنية اشترط أن يكون فيه موثقة و مكتوبة و أن يكون فيه شرط مثلا أنا أعطي زوج تيهبة بشرط أن تستمر الحياة الزوجية أعطيها البيت مثلا بشرط أن تستمر الحياة الزوجية جات بعد سنة أخلعتني أنا حقي هنا لأن شارط بوجب النظام شارط أنه ترى إذا أنت هت الحياة الزوجية بسبب منك أنك ترجعين البيت يرجع هذا النظام المعاملات المدنية ينص عليها أنكم تكتبون في العقل هذا النص نعم هذا النص موجود فهو نظام جميل لمن يستخدم و العكس تماما اي و العكس حتى لو الزوجة أعطت زوجها هبة شرت له سيارة شرت له أرض شرت له بيت وجاء وطلقها بعدين وأخذ فلوسه وطلق تقدر تستردهم طبعا نرجع نقول هذا كله في حال نصوا عليها في العقل نعم يعني إذا نصوا أنه هذه الهبة مقابل استمرار الحياة الزوجية نعم لذلك كان نظام المعاملات المدنية نظم مثل هذه العلاقات لحماية الطرفين واضح جدا بس إحنا علشان نوضح للجمهور أنه الهبات الموجودة داخل الأسرة داخل العائلة اللي ما تحد بشرط هذه ما لها علاقة بموضوع استعادة أو ضيارها لذلك نحن دائما جالسين نقوم بداية الحلقة سادة مفرح نذكر السادة وسيدات المشاهدين الكرام أنه أرجعوا للنظام ترى ما وضح هذا النظام المعاملات المدنية إلا للتنظيم مثل هذه العلاقات في شروط في مدد نظامية في اختصاص مكاني في اختصاص زماني يجب أن تراعى هذه الأمور هذا يشيقودنا له يقودنا إلى ضرورة الرجوع إلى المحامين عند إعداد العقود أو عند يعني لا تأخذ لك نسخة عقد قديم بالبحث تبحث تسوي بحث ونموذج عقد تأخذه وتوقع بين طرفين تقول أنا ضمنت نفسي لا لا ترى في أنظمة جديدة ومحدثة لذلك ارجع لصاحب الشأن يقول أعطى الخبز خبزة أعطى الخبز خبازة لو أكى النص طيب العمل تكلمت عن العمل إيش الجديد الذي ينظمه في شأن العمل بشوف طبعا موجود عندنا نظام العمل ونظام قوي جدا يحمي الطرفين العامل بشكل أكبر ويحمي صاحب العمل ورغم ذلك نص نظام المعاملات المدنية على المدد النظامية وعلى الاختصاص النوعي اللي هو اختصاص المحاكم العملية بنظر مثل هذه الأمور ومتى يكون للعامل الحق بالتقدم بالاستقالة بالضمان حقوقه فالنظام جميل جميل جدا بحماية الأطراف سواء كان العامل أو الطفل أو ذوي الإعاقة أو المرأة أو حتى الرجل طيب تكلمت برضو أكثر من مرة عن المدد النظامية فصل لنا فيها شوي مع الأمثلة المدد النظامية مثلا يقول لك أنه عندك عقد وتبغى تلغيه يجوز لك تشترط أنك يكون لك الحق في إلغاء العقد في وقت كذا أن تحقق كل هدف عندما يقع عليك ضرر متى يكون غبن في العقد متى يحق لك أنك تتراجع وتقول الله هذا غبن ظاهر وأنه لم يحقق الهدف المنشود يحدد لك المدد النظامية هي المدد الزمنية اللي يعطيك فيها الحق للتصرف بهذا المعامل اللي أنت سويتها نبغى مثال مثال مثلا وقعنا عقد مع شركة تأجير سيارات طيب أني أخذ منكم سيارة تأجير منتهي بالتمليك بشرط أن يكون الصيانة والتأمين عليكم هذا الشرط وأنا كنت أستفيد من التأمين والصيانة تفاجأت بعدين أنه لا والله العقد لا يغطي لا التأمين ولا يغطي الصيانة لذلك أنا من حق أني أرجع لهم خلال المدة مقرة في النظام اللي أحددتها أنا وياهم بالعقد أنه خلال 180 يوم يحق لي التراجع خلال 6 أشهر هذه يحق لي أنا أطالب بلغاء العقد لأنه لم يحقق الهدف اللي أنا سعيت المدد النظامية هذه تكون مفتوحة المدة الزمنية بالتفاهم بين الطرفين ولا لا النظام ينص على مدد ما أحد يتجاوزها في مدد حددها النظام لا يمكن تجاوزها أكثر من 20 تقريبا مدة نظامية لمختلف التعاملات تبدأ من شهر أو شهرين أو 90 يوم إلى 10 سنوات فالمدد موجودة في النظام منصوص عليها في حال عدم الاتفاق على مدة معينة فإنه يطبق ما ورده في النظام أهم العقوبات الجديدة اللي النظام يقرها في بعض الأشياء اللي جديدة علينا أو اللي ما كانت مقرة فيها الجميل في الموضوع أنه النظام ما حط سن مخالف العقوبات على هذا هو نظم يعتبر قانون موضوعي نظام موضوعي ما في عقوبات أنه إذا في حال عدم التقيد وأنه تعاقب بك لكن يعطيك حقوق أنت إذا أهملت الطرف الثاني إذا أهمل هذه الحقوق وهذه الاشتراطات فإنه يحق لك لغاء العقل يحق لك استرداد الهبة يحق لك الرجوع في العطي فأعطاك حقوق مميزة في حالة أنك أهملت فأنت تعاقب الطرف الثاني الذي أهمل هذا النظام أنك تقدر تسترد حقوقك طيب إلى أي مدى هذا النظام وغيره من الأنظمة التي صدرت تحد من فكرة الاجتهاد الموجودة في القضاء شف نحن أمام النظام تقريبا أقر أكثر من مئة قاعدة شرعية يتم التعامل فيها ويتم الاجتهاد فيها والقياس نحن لا يمكن نقول أنه يلغى الاجتهاد تماما لا بالعكس الاجتهاد موجود ومعمول فيه بالمحاكم وفي القضايا وقضاء فيه أمور مستجدة على القضاء لا يمكن يقف القاضي يقول لا والله هذه ما نظمت المسألة بالنظام فأني لا لا يمكن فيه القواعد الكلية هذه ممكن يقاس عليها وتطبق لكنه حد من الاجتهاد طيب اليوم مستاذ أحمد لو بكرة أحد بيصير عنده تعامل مع فرد أو مع جهة كيف يعرف يعني إيش يكتف في العقد اللي بينهم وفقا للنظام الجديد من وين يأخذ المعلومة المعلومة يأخذها طلع عمرك من المختصين على حسب نوع العقد لا يمكن على حسب ظروف الحال عقود مختلفة تماما على اختلاف مواضيعها واختلاف أشخاص واختلاف أماكنها عندك مثلا الآن ممكن تعاقد تجاري طيب ممكن تتعاقد على عملية تجارية وانت في الرياض والثاني خارج المملكة في أمريكا مثلا تتعاقدون ويعطيك موافقة واتفاق عن طريق التواصل مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق التقنية هذه صارت مقبولة الآن ومعترف فيها ومعتمدة الدليل الرقمي اللي هو دليل من الاتصال أو من واقع التواصل الاجتماعي أو المراسلة الالكترونية بين الطرفين أصبحت معتمدة وفق النظام الاتبات فصار فيه جديد بالموضوع أنك لا يمكن تحط نموذج محدد لنوع معين من العقود أنا دائم ضد النماذج صراحة أنا أقول اللي يبغي يسوي عقود تجلسون مع المحامي تكتبون اللي أنتم تبون بشكل عام اللي أنتم اتفقتوا عليه وعطى المحامي صيغها وفقا للنظام ووفقا لموضوع العقد اللي بينكم طيب اليوم الشخص يقدر يقدر أنه يفهم هذه الأبعاد القانونية الجميل في الموضوع نظام المعاملات المدنية رغم أنه طويل 721 لأنه مفصل لخمس أبواب وبلغة سهلة اللغة السهلة دي أنا ما أقول أن الناس تعالوا وقروا النظام من الألف إلى الياء لا أنا عندي ذا بالعقود مثلا عندي بمصادر الالتزام عندي بالحقوق العينية أرجع لهذا الفصل اللي مختص بالحقوق العينية أو بالتعويض عن الضرر مثلا أرجع لهذه المادة هو اللي ناقشها وأفهم وشي الأبعاد اللي فيها وشي اللي متضمنوا النظام فهذه أفضل طريقة لفهم النظام لكن اللي بيقراه من الألف إلى الياء ترى صعب و بالمناسبة أنا أشيد بالزملة المحامين عندهم من شهرين تقريبا حلقات ومساحات في موقع أكس يتدرسون النظام بشكل جميل و يضربون الأمثلة فأمسيهم بالخير جميل طيب الفكرة اليوم من يعني إحنا تكلمنا عن الهبة و تكلمنا شوي عن العمل الزواج إيش الجديد يعني اللي ينظم هذا النظام في المعاملات بين الأفراد في مؤسسة الزواج مثلا نص على سن الرشد للأطفال 18 سنة هذه نص عليها النظام رغم منه موجودة في نظام الأحوال المدنية و بنظام حماية الطفل كذلك موجود سن الرشد إنه 18 سنة بس ثبتها عندك الزواج الولي من يكون الولاية متى يكون المهر متى يكون فيه شروط بالزواج الشروط المقبولة والغير مقبولة يعني كافة التعاملات اللي يجريها الأفراد موجودة طيب أنت قبل شوي قلت نقطة كذا شوي حساسة ويبغى لها تفصيل بخصوص عقود القروض اللي راح تكون مع البنوك إيش اللي بيتغير فيها الآن زي ما قلتك أنه صار فيه تنظيم للكفالة طيب وي الكفيل الآن مثل ما قلت لك سابقا كان يرحوا للكفيل مباشر الآن لا فصار فيه تنظيم متى يتم طلبتك لا يعني لا أحنا نتكلم عن البنوك إي البنوك بشكل عام هو منص طبعا قال البنك إي لكن لو قال أنه بين تعامل في عقود القروض طيب سواء كانت مع فرد أو بنك أو غيره إي وش الجديد الجديد في الموضوع اللي أنا أستشفه أن العقود القديمة اللي كانت النماذج تسويها البنوك رح تتغير إيش اللي يتغير اللي بيتغير فيها طيب عمرك أنه بيكون الضامن المدين والدائن اللي هو اللي نقول مثلا البنك والفرد يبي يكون فيه ضمان لحقوقهم والاثنين أول يدخل الشاب أو الشابة بيأخذ قرض يتفاجأ وفي عليه شروط وجب كفيلين وجب يسك البيت وجب رهن وجب الآن محد فيه الكلام ذا كله الآن فيه نظام يطبق على الجميع الشروط حق البنك تراعي ظروفه كأنت كمدين وهو كدائن تراعي ظروف الطرفين فبيكون فيها ضمان لحقك أنت أولا كشاب مقترض مع المقرض طيب ما هو حتى الآن يعني الكل يضامن حقوقه إي ضامن حقوقه بس البنوك متسلطنين مخذين حقه موزاد إي ما هو هذا اللي أنا أبغاه إيش الجديد الجديد عليك البنك ويعطيك مثلا اتوقع سندات نبغىها بالأمثلة اي اتوقع سندات لأمر مكتوب فيها على شرط واقف أنه في حال عدم استداد فأن يدفع هذا الشرط ألغي بالسندات لأمر إيش بديله البديله أن تجيب مثلا حسب الإجراءات اللي يتخذها البنوك ممكن يكون عندك كفيل ممكن يكون عندك رهن للمنتج نفسه ممكن يكون عندك ضمان من راتبك استقطاع اي لكن تعدد واختلافه يكون عندك عليك كفيل وعليك رهن وعليك مسجل باسم البنك البيت طيب إذا فيه إشكالية في المنتج اللي انت أخذته من البنك سواء كان بيت ولا غيره ايش نص النظام عليه اي شب ما فيه نص مباشر لكن فيه ضمان للعين وفيه حق ضمان للعين العين اللي هي سواء المبيع أو المؤجرة سواء كانت بيت أو سيارة فيه ضمانات على المقدم الخدمة يجب أن يلتزم فيها فيه مصادر للثراء حتى لو كان فيه يسمونه مصادر الالتزام وكيف الالتزامات المفروضة على البنك وعلى المقترض متى يضمن حقه كل هذه تبت تراجع من قبل العقود حق البنوك طيب اليوم اللي أخذوا أو كان عندهم تعاملات مع البنوك ووقعوها على الصيغ السابقة تتغير تتبدل ولا يستمرون شوف أنا اللي يستشفوا من الواقع ضروري جدا أنها تتغير ويوقعون عقود جديدة لا لا ما يوقعون جديدة يكون التغيير بأثر رجعي على حتى النظام ترى بالمناسبة نص أنه التعاملات القائمة حاليا أو القضايا المنظورة يطبق عليها بأثر رجعي ما لم يكن انتهت بحكم نهائي يطبق عليها النظام الجديد النظام الجديد التعاملات المدنيين لحظة أستاذ أحمد يطبق عليها في حال أنه صارت إشكالية في العقد ولا العقد نفسه حتى هو ماشي بطريقته السليمة يتغير للنظام الجديد لا شوف اللي ماشي بيمره السليمة ما رح يكون عليه خلاف حتى نتكلم عن الخلافات الموجودة حاليا يبي يطبق عليها نظام المعاملات المدنية ومن حق المستفيد اللي يرى أنه في نظام المعاملات المدنية مادة تساعده واللي تضمن حقه من حقه أنه يتمسك فيه حتى لو كان العقد اللي بينه وبين الجهة أبرم قبل سريال نعم حتى لو أبرم قبل مثلا عندك مثلا البيت مرهون طيب وعندك كفيل وعندك سندات لأمر وعندك ونظام النص بس خلاص يكتفى بشي واحد ليش ترح تعدد الكفلة وتعدد الراهن النظام الان وش يقول يقول أنك تكتفي بشي واحد هذا من التنظيمات الموجودة لم ينص عليها النظام بطريقة مباشرة لكنه ضمان حق العين يكتفى بالشي الواحد لا بس إذا سمحت لأستاذ أحمد يعني الآن 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 البنوك تأخذ ثلاثة أو أربع ضمانات ايه في بعضهم كده ومو بشرط البنوك عشان بس ما طيب الجهة الجهة المولة في بعضهم يأخذ أكثر من كده ويشترط شروط تعجيزية شروط تعجيزية دي أعتقد أنه تختفي طيب اللي مثلا أنت جيت عند الجهة الآن الآن نعم وقلت يا جماعة تروا النظام ينص على ضمان واحد فقط مو من حقكم تشترطون عليه ضمانين أو ثلاثة نعم حلو والجهة مثلا أصرت على الضمانين أو الثلاثة إيش العقوبات ما في عقوبات هنا اتفاق بين طرفين هنا يكون فيه إذا تجاوز الممول أو الجهة تجاوز النظام وتجاوز التعليمات فهنا في له جهات تحاسبه وتطبق عليه النظام وتطبق عليه العقوبات الجهات هذه مين اللي يبلغها أنت تشتكي يا صاحب الخدمة البنك المركزي هو المسؤول مين اللي يقدم الشكوى أسوان عن طريق المراقبة إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة أو في البنك المركزي أو عن طريق الشكوى اللي تقدم البنك المركزي عموما إجمالا إجمالا إحنا نفترض الالتزام في الجميع لأن الجميع يهم نجاح الموضوع ولكن نطرح هذه التفاصيل لأنه أحيانا قد يحدث الجهات الممولة بالمناسبة أو التاجر بمعنى أصح حريص جدا أنه يتوافق مع النظام عشان ما يخسر حق المطالبة بعدين لأنه لو خالف هو يعرف أنه سيخسر المطالبة لذلك هم يلتزمون بالنظام أشد من الممولة طيب أنا باقي معي دقيقة قبل ما أختم هذه الدقيقة إيش أهم الرسائل اللي تقولها للأفراد وللجهات مع بداية سيرانة النظام لازم ينتبهونها أقول شوف نظام المعاملات المدنية نظم جميع تعاملاتك أنت كشخص كإنسان لك كيان ولك حقوقك في هذا المجتمع المجتمع السعودي النبيل حل فحقوق هذه لا تفرط فيها ولا تسكت عنها بموجب أنه والله الجهل بالنظام أو نسيت أو ما دريت أو ما أعرف الآن عندك النظام أي تعامل بتسويه أنا أنصح أنهم يرجعون للنظام ما فهمت النظام ما شاء الله المحامين والمستشارين مالين مواقع التواصل الاجتماعي والمكاتب مليانة في كل بلد ارجع لأحد المختصين وشاور ولا تفرط بحقك بكلمة أجهل القانون يا أخي المحامين لازم يشكرونك على تسويقك لهم من يوم بدأنا الحلقة وانت اسأل المحامي روح لمحامي لا لأنه نشوف زي ما روح الطبيب إذا مرض لازم تروح لمحامي أنت حتياج عن تعامل المشكلة عندنا في المجتمع أنه ما أروح للمحامي إلي عندي وقوع المشكلة وهذه مشكلة ترى أو Yehs لا يفترض أنه تفعيل الحماية الوقائية وانقل عني يقل أحمد بن حميد يقول من يفاعل الحماية الوقائية بموجب نظام المعاملات المدنية لن يذهب لا للمحامي ولا للمحكمة وش هي الوقائية الحماية الوقائية إنك تضمن حقك تضمن حقك مكتوب في العقود التي تبرمها طيب ما هو أنت تقول الذي يسوى الحماية الوقائية لن يلجأ لمحامي أنت عشان تفعل الحماية الوقائية بحاجة إلى محاملة لذلك قلت لك يرجع للنظام مثلا عندي عقد قرض أرجع للباب القروض الموجود في المعاملات المدنية وأقرأه بشكل سليم وأفهمه وأسأل عنه وبعد كده أروح أطبقه وأحطه في العقد اللي أنا بوقع إذن الحماية الوقائية تحفظ لك حقك وتحفظ لك حتى أي منازعات قادمة نعم ما تروح للمحاكم تروح للتنفيذ مباشرة يعني النظام أورد هذا المصطلح الحماية الوقائية في مبادرات من وزارة العادل عشان الحماية الوقائية في نمصة تراضي في العقود منصة إيجار مثلا الآن عقد الإيجار عقد سنة تنفيذي في حماية وقائية للطرفين لو طلعك من البيت المؤجر أنت كمستفيد تقدر تروح للمحكمة التنفيذ ينفذون عليه والعقل صحيح لو تأخرت بالأجار هذه موجودة في نظام الإيجار؟ نظام الإيجار موجودة لو طلعك وأنت ما سدت؟ لا إذا ما سدت من حقه هذا مكتوب عليك ثلاثة شهور إذا ما سدت من حقه لكن أنا أقول لما تلتزم وطلعك وأنت مسدد وملتزم هنا يكون هو خالة في النظام لا أنا أنا اللي أقصد إذا ما سدت أقصد بالمدة يعني إذا ما سدت شهر ممكن يطلعك؟ حسب الاتفاق الموجود بالعقد في ناس يعطون مهلة شهر شهرين لكن عدم استداد موجب أن تخلي العقار ممتاز ولكن الفكرة في الموضوع كله والالتزام بما نص عليه العقد لذلك أنا أقول دائما الحماية الوقائية عن طريق منصة تراضي عن طريق الصلح منصة صلح عن طريق العقود اللي تسمى سندات تنفيذية عقد كنت على طول سنة تنفيذي توجيه للمحكمة التنفيذ بدون أن تمر على محكمة الموضوع طيب الآن العقود هذه اللي تبرم وفقا لنظام المعاملات المدنية أو غيرها العقود هذه يكفي أنك تحتفظ بنسخة وهو بنسخة ولا في منصة معينة لازم تسجل فيها لا ما عندنا تسجيل العين إلا للعقار ما عندنا تسجيل للعقود لعل هذه مبادرة كل وزارة العدل تسجيل العقود ممتاز والعقد هذا هناك عقود مسجلة في منصة قوة اللي هي عقود العمل هذه موجودة ومسجلة بموثقة في منصة القوة وضامن حقوق العمال وصراحة جهود جبارة لحماية العمل طيب سؤال أخير يمكن بالنسبة لكم كمختصين يبدو سطحه وسامحني عليه بس إحنا برى القانون الآن لما نبرم العقد يكفي التوقيع أو البصمة أو شيء ولا فيه شيء أضمن من شيء والله شوف العقود اللي مثل ما قلتك زي عقود العمل يجب أن توثق منصة قوة لا 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 العقود العادية العقود التدايع وغيرها المعاملات المدنية فيه مثلا تريد تطلع سند لأمر أو تطلع قر فيه منصة اسمها الموثقة منصة تابعة الوزارة العدل فيها النماذج جاهزة وتوثقها الإلكترونية يعني بدون توقيع ولا بصمة ولا شيء الرقم مجرد الرقم يصلك الرقم والدخل الرقم السري هذا يعتبر موافقة منك لو وقعت ورقة ما الأضمن لك تبصم أو توقع كلها تكون مقام بعد حتى الخاتم معه لا وما تفرق لا تفرق لأنه يقدروا يتحققوا منها يتحققوا منها وإنك أنت ما أنكرتها وإيه ولو أنكرت البين على من أدعى واليمين على من أنكر وهذه من القواعد الكلية الموجودة في نظام المعاملات المدنية أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك ونتطلع لأن نشوفك في لقاته نستفيد منك يعني وانتبه المفهومية كلها شكرا جزيلا شكرا لأستاذ أحمد المحميد يعني إضاءات مهمة جدا في هذا النظام أرجع وقولي اللي قلته في المقدمة النظام نص تقريبا على 720 أو 21 يعني نص ومادة قانونية يصعب اللي حاطة بها جميعا ولكن إحنا نضيء منها ما يمكن مع الوقت كل ما استجد شيء استحق الحديث القانوني عنه بمباشرة سنتحدث لأن إيصال هذه الثقافة القانونية اليوم للمجتمع من الأمور المهمة جدا بنروح إلى فاصل وبعده مكمل